عبدالحسين عبطان رسمياً خارج وزارة الشباب والرياضة يعني أنا أشوف أنه الله يساعد اللي يجي بعد عبدالحسين عبطان شلون؟ يعني الرجل قدم للوزارة وقدم للشارع الرياضي يعني ما أجأ واحد قبل أقدم هذا الشيء بلئة ثمن سنين اللي مضت والله يكون بعون اللي يجي بعده طوني هاي الصورة لأن تعرف أنت طوني هاي الصورة مدام يقول الله يكون بعون اللي يجي بعده الله يكون بعونك كابتن عماد محمد لحد الآن ما كفت شي رسمي بس إن شاء الله يعني طبعاً الإنسان دائماً يكون طموح بعمله ودائماً يكون مثابر وذا تحب بلدك كل شي تقدر تسوي راح تهتم فقط بكرة القدم عندما تكون وزيرة للشباب والرياضة؟ لا طبعاً أكيد كرة القدم مفصل من مفاصل الحياة بالنسبة للوزارة جيد أكيد المفصل المهم هو مفصل للشباب صح عندك مفاصل مهمة جداً اللي هي مثلاً البناء البناء التحتية الملاعب الاهتمام بالرياضات الاهتمام بالمهرجان لكن عندك مفصل للشباب هو هذا أهم مفصل من المفاصل وإن ماكو شي رسمي بآخر سؤال وأعرف ماكو أحد متصل عليك بهذا الموضوع لكن الاسم انطرح على مواقع التواصل أكو قبول من الجماهير العراقية فرحة بترشيح عماد محمد لوزارة الشباب والرياضة شوف احنا بالعراق يعني تجي انت المواقع التواصل الاجتماعي شوف نفسك فبالعراق ما يعني ما كفد شي ترضى علي الناس كلها لازم أكو ناس معترضين لازم أكو ناس يبدون برأيهم يطون يعني يطون رأيهم انه هذا الشخص ما مناسب وهذا الشخص مناسب وكل الآراء محترمة بهذا المجال لكن من اللي يثبت بعدين يثبت العمل مثل ما اجل لأخ عبدالحسين عبطان في بداية أمره اعتقد كل الناس غالبية الناس اعترضت لكن هسا غالبية الناس تعترض على خروج عبطان من وزارة الشباب والرياضة اشتركوا في القناة